السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته متابعي قناة سوفيا المرزوقي وزوار موقع المهاجر اس ام كيفما ولفتكم كل نهار جيتكم باخر الاخبار واخر المستجدات في اسبانيا هتي عريش كنقول لكم إلا كنوك يهموكم هات المواضيع بغيت تعرفوا كل التفاصيل خليكم معنا تلخر وغدي تشوفوا كل شي بالتفاصيل موسيقى ورجعت معكم الاخوان وكما العادة كما دائما غنشوفوا ان شاء الله اخر الاخبار واخر المستجدات في اسبانيا اول خبر غنبدو به هو الحديث ديال رئيسة مدريد رئيسة الجهة ديال مدريد على امكانية اغلاق الفنادق والمطاعم وضور ضيافة في الجهة غننظروا كذلك على الحالة الوبائية في المنطقة ديال كاستيليون غنشوفوا ارقام اللي سجلوا مختلف المناطق لتبع الكاستيليون في اخر 24 ساعة غننظروا كذلك على واحد الامر اللي هو مهم بزاف واحد سؤال تطرح على وزير الصحة الاسباني حول الاطباء اللي كينكروا تواجد ديال الوباء او اللي كينكروا يعني ان اللقاح غدي يعالج فعلا الناس وغنشوفوا شنو قال يعني وزير الصحة وغننقشوا هاد الموضوع ان شاء الله بإذن الله غنبدو بالكلام ديال رئيسة الجهة ديال مادريد هي إيسابيل دياس أيوسو وشنو قالت على يعني إغلاق المطاعم والفندقة وذور الضيافة بصفة عامة في الجهة ديال مادريد كما عارتوا الإخوان بزاف ديال المناطق في إسبانيا قروا انهم يلتجوا الإغلاق المطاعم والفندق وذور الضيافة في الأوينة الأخيرة منها كتالونيا هي اللي بدأت تبعوها بزاف ديال المناطق أستورياس غاليسيا بزاف ديال المناطق اللي قرات انها تلجأ لهذا الأمر هذا وتغلق المطاعم والفندق وذور الضيافة ولكن واش هاد الأمر هذا فعلا هو مزيان للصحة ديال الناس وما على حد القول ديالهم أنه بسبب البرد وبسبب هاد الأمور اللي طاليا الإنسان الناس كاملين كيضورو ده بحاليا على اللجوء للأماكن المغلقة علاش حيش كيل البرد في الشارع ما غيمكنهمش يتعملوا التراسات ما غيمكنهمش يتعملوا بزاف ديال الأمور فكيقولوا بأنه بسبب هاد الأمر هذا كيتراكم الوباء كيكون قلة التهوية كيشجمعوا الناس بزاف فكيكون انتشار الوباء سريع جدا في يعني في جميع أنحاء التراب الوطني فكنشوفوا واحد الرفض كبير ديال الجهاد ديال مادريد لأنها تطبق بعض القيود لتطبقات في بقاع المناطق فهنا بتطرح واحد السؤال على الرئيسة ديال الجهاد ديال مادريد باش يعرفوا واش هي فعلا كتفكر مستقبلا أنها تلجأ الإغلاق ديال الفنادق والمطاعم أو لا كتسبعده تماما شنو كان الجواب ديالها؟ قالت رئيسة مادريد إيسابيل دياس أيوسو إن إغلاق صناعة الفنادق أمر لا يمكن تصوره يعني كتستبعد تماما أنها توصل أنها تغلق الفنادق بالنسبة لحكومتها وبالتالي تدعو إلى البحث عن صيغ إبداعية وتعزيز النشاط في الهواء الطلق حتى تستمر هذه الشركات في العمل بالرغم من من كل ما الدروف التي تعيشها المنطقة شنو قالت لهم؟ قالت لهم بأن من الأحسن أننا نقلبوا على ظروف أخرى لتساعد أن المطاعم ما يستدوش هي كتسبعد نهائيا فعلا يعني من واحد ناحية عندها الصح لأنه فاش كتغلق واحد النشاط الاقتصادي اللي هو حيوي في الدولة الإسبانية هنا كتكون كتهرس الاقتصاد ولكن كيبقى الأمر يعني متعلق بالصحة ديالناس يعني الحجة اللي عند قاع المناطق اللي يستداز الفنادق والمطاعم معا أنه أرباب الشركات وأرباب يعني يعني العمل الفندوقي بصفة عامة والمطاعم بصفة عامة كانوا رافضين هات الأمر هدا بواحد شكل كبير لدرجة أنهم داروا بزاف ديالتطاورات بزاف ديالأمور باش ينددوا بهذا الأمر هدا ما ننسوش أن مادريد حاليا فيها بزاف ديال المطاعم اللي ما بقاش يختموك في مكانوك يخدموه من قبل وبالأخص المطاعم اللي هي صغيرة بحكم أن القيود والأمور اللي ما خلاتش الناس تتحرك بزاف والخوف ديال المواطنين كذلك منعهم من أنهم يلجئوا للمطاعم فهناك نلقوا بعض الناس اللي حالين وما نلقوش حتى باش يخلصوا الموظفين ديالهم وأنا عندي اتصالات مع بعض الإخوان اللي كيعيشو هنا في مادريد بزاف ديال الناس اللي تشكو أن المشغلين ديالهم حاليا فهذا الآوينة هذي ما نلقوش باش يخلصوهم بزاف ديال القطاعات ماشي فقط الفنادق والمطاعم بزاف ديال القطاعات بزاف ديال القطاعات بحل مسلا انسيارات الأجراء بزاف ديال الأمور اللي كيشتغلوا يعني ما نلقوش باش يخلصوا الموظفين ديالهم وهذا الشي هذا راس يعني طاري حاليا في الدولة الإسبانية بزاف ديال الشركات ما نلقوش باش تخلص الموظفين قالت أيوسو في خطابها خلال حفل تقديري من المهم جدا أن لا يغلقوا أبدا مؤسسة ضيافة وأن يبحثوا دائما عن بدائل حتى يتمكنوا من الموضي قدما حتى استبعاد الإغلاق الإغلاق سهل للغاية ولكن الافتتاح معقد للغاية شنو قلت لهم قلت لهم أنك إلا بغيت تسد سهل للغاية قد تقول سد قد يسبح كل شي سد ولكن باش ترجع تفتح ومعقد للغاية فعلا عند هالحق فالكلام ديالها لماذا؟ لأن بزاف ديال الناس اللي كانوا عندهم شركات عندهم مطاعم في الموجة الأولى مور ما تعرضوا الإغلاق كانوا أصلا بزاف ديال المطاعم اللي كانت يعني يلا كتخليوا أحد الأربح اللي هي قليلة للناس اللي فتحينها كتخليهم أربح قليلة فالإغلاق الأول اللي داروا الإغلاق اللي داروا تسبب لهم في خسائر كبيرة بزاف لدرجة أنهم ما بقاوش قدروا يعودوا يفتحوا من جديد فهد الشي القول ديالها انتعال إغلاق سهل ولكن إرجاع الافتتاح من جديد صعب فعلا أنا كانت تفق مع هاد الأمر هذا إنه سهل أن الكومونيطات دي تقول لك غلق علي المطاعم ولا غلق علي الأكتيبيات ديس اللي ما عندهمش يعني أهمية كبيرة تقول لك غلقهم وتغلقهم وتسالي النشاط ديالك ولكن الصعب هو أنك ترجع تفتح ذاك النشاط هاداك ترجع الاقتصادي يرجع كيف ما كان من قبل فعلا هي صراحة إن كتقول بإن خص دولة تقلب على أمور خرى اللي تكون يعني كتعاونة بالنس هادو وما تأضطرش عليهم اقتصاديا وبزر ديال الظروف اللي تراتي في إسبانيا كان من الأحسن تكون أمور خرى بحال مثلا الارتاي اللي كي يخلصوا بزر ديال الفلوس للموظفين اللي قادسين كان بإمكانهم يخليوا ذاك الموظفين تابعين للشركات ديالهم وهم يعطيوا ذاك المساعدات للشركة برسمة يخلصوها ارتاي مثلا كيف ما دارت فرنسا ويخلصو لهم باش يخلصوا الموظفين ديالهم وذاك العلاقة ديال المهني ما تنقطعش يعني يسبق الشركة محافظة على الموظفين ديالها وبرسمة يدوزوا التوقف عن الشغل ويدوزوا يخلصوهم عن طريق سيبيكان يخلصوهم الشركة ديالهم بعدما ياخدوهم مساعدات من عند الدول أنا كنقول اقتراحات مثلا لطبقتها بعض الدول في الاتحاد الأوروبي مثلا كذلك أشارت أيوسو إلى أن إغلاق صناعة الفنادق بالنسبة لحكومتها أمر لا يمكن تصوره ودعت إلى صياغ إبداعية لتجنب ذلك وقالت الأمر يتعلق بالقتال وليس الاستسلام وإعادة اكتشاف أنفسنا ومساعدة بعضين البعض قلت لهم أنها تقول بأن الإغلاق مش حل وبأننا حنا حاليا ما خصناش نقتلوا بعضياتنا يعني خصنا نكونوا يعني بجنب بعضياتنا هاد الشركة شهدو خصنا نساعدوهم بأمور أخرى يعني برسما نفرضو عليهم الإغلاق ونفرضو عليهم هاد الأمور كاملة خصنا نساعدوهم بواحد طريقة أخرى ونتجنبوا الأمر ديال الإغلاق ومن تستسلموش بطبيعة الحال لهذا وباء من ناحية أخرى حذرت من أنه مع وصول البرد إلى الأماكن المزدحمة والمغلقة فإن فيروس كورونا يمكن أن يثير الذعر مرة أخرى في مدريد لهذا السبب حثت على هيئة المباني وإعدادها باستخدام أحدث الأدوات بحيث تصبح أكثر أمانا وتهوية بشكل متزايد قتلهم بأنه خصنا نردو البال واخذ الأمر اللي كنقولو أنه مع هاد البرد اللي جاهز الموجهة البرد اللي جاهز والناس كتزدحم بزاف لا في المراكز التجارية ولا في المطاعم ولا في هاد الأمور فخص يكون الحذر يعني وتكون أدوات ديال التهوية وبزاف ديال الأمور باش يقدرو يحافظوا على سلامة المواطن أندوزون هدروا دابا على الأرقام اللي سجلت لكومونيات أوطنوما ديالكاستيليون من بعد كيما قلت لكم أندوزون هدروا على الأمور اللي قالها وزير الصحة بخصوص الأطيباء اللي كينقرو تواجد الوباء سجلات في آخر 24 ساعة 754 حالة منها 96 في قبيلة 4 كتر من البارح بورغوس 51 6 كتر من البارح ليون 29 8 كتر من البارح بالينسيا 66 3 قل من البارح سالامانكا 93 4 قل من البارح سيغوبيا 86 1 قل من البارح سوريا 57 جوج قل من البارح بيضوليد 216 هي اللي فيها يعني بزار ديال الحالات 9 أكثر من البارح وزامورا 60 12 قل من البارح هذو هما الأرقام اللي سجلت المنطقة ديال كاستيليون بالنسبة للناس اللي كي سؤولوا على المنطقة ديال كاستيليون هندوزون هدرو على الأمر اللي تطرح على السؤال اللي تطرح على وزير الصحة وهو بخصوص كما كي سميهم هنا في إسبانيا لوس نيغاسيونيستاس لوس نيغاسيونيستاس هما الأطباء اللي خرجوا يعني وصرحوا كين فيوا تواجد الوباء شنو السؤال اللي تطرح عليه قالوا له شنو الرأي ديالك فهذا الأمر هذا نفي الأرق حول وباء كوفيد 19 وقال بعد سؤاله عن منصة أطباء من أجل الحقيقة هذ المنصة هذي اسموها أطباء من أجل الحقيقة التي تنشر الخذع حول اللقاحات وتساؤلات حول فائدة الأقنعة في السيطرة على المرض بكل قوة ممكنة ودون استبعاد أي شيء فإنها تعرض الأرواح للخطر لانتشار الفيروس جاوبهم يعني بكل سرعة وبدون تردد قال لهم أن هذ الجمعية ولا هذ المنصة اللي اسموها أطباء من أجل الحقيقة الجواب ديالوزير الصحة قال لهم بسرعة يعني بأن هذ الجمعية ولا هذ المنصة كتتعرض الأرواح ديال الناس الخطر تريد أن تفعل ذلك ولكن الشك في أن اللقاحات أنقذت الأرواح هو عدم مسؤولية هائل لا يمكن استماع به ليس عليك أن تكون لديك درجات رمادية سوف نتصرف بقوة في هذا الصدد قال لهم أن هذ الناس هذو يخرجوا ويقولوا بأن اللقاح كيدر الناس لما نقدش البشرية على طول زمن يعني من اللقاح فهو أمر دون مسؤولية يعني هذي ماشي مسؤولية وماشي تصرفات اللي خصوم يقوموا بها وقال لهم مخص يكون عنا شك يعني ما يكونش عنا واحد نظرة رمادية سيكون عنا يا إما بيضاء يا إما سوداء وخاص وإحنا غادي نتاخدوا الإجراءات اللازمة مع هذ النوع ديالتصرفات هذا هو الأمر اللي جاوب به جاوب بكل سرعة يعني ما تدخلش ما تعمقش في هذا الأمر هذا جاوب بسرعة فعلا كين أطباء اللي كين كروا تواجد الوباء ولكن كيبقى دائما بين قوسين واش فعلا أولا لا واش كين أولا ما كينش فعلا الناس تصابت فعلا الناس عنات من الوباء فعلا الناس فقدت الأرواح ديالها هذا هو المشكل يعني فاش كنجيو ندخلوه في الأمر ونشوفو شنوقع بالضبط كين الناس اللي فقدت حياتها أنا عندي يعني تعاليق يعني بزف ديال الناس كيقول كرا شوفوا لهم عائلة ديالهم بالوباء أنا عندي أصدقاء مشي أصدقاء عندي صديق عامل اللي كان يعني زي تشوي في العمر ولكن شوفا بالوباء كين أصدقاء اللي وصلوا لإنعاش بالوباء كين عائلة ديال اسم العائلة اللي تقاسوا بالوباء بزف ديال الأمور فلهذا ما خصناش نستهتروا بالأمر فعلا خص الإنسان ياخد الحيطة والحضر الله سبحانه وتعالى هو اللي كيحمي في الورف والخر ولكن الحضر واجب هاتش اللي أنا قدر نقول لكم الإخوان تحياتي لكم ونشوفكم إن شاء الله فيديو أخر وموضوع أخر وتكونوا في أحسن الأحوال السلام عليكم